اشتركوا في القناة ألم بكم في نشرة أخبار الرأي معكم في أحمد العنزي والبداية دوماً بأبرز العنوين 25 عصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد وشفاء حالة جديدة المركز يعلن عن حزمة تحفيزية للبنوكلي مواجهة تداعيات أزمة كورونا والأزمة تقس على النفط في يوم تاريخي أمس والأسواق تستعيد عافيتها اليوم الكويت تقترح إنشاء شبكة أمن غذائي خليجي موحدة في دول مجلس التعاون فريق متابعة شفافية الأداء الحكومي بإدارة الأزمة يجتمع مع الطيران المدني ولليوم الثاني إقبال كبير من مخالف الإقامة للاستفادة من مهلة الإعفاء وفي النشرة كورونا يحول بين الجنسين في شوارع بنما لخمسة عشر يوما 25 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفاروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 342 حالة قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن الحالات موزعة على ست حالات مرتبطة بالسفر مضيفا أن الحالات المخالطة لحالات مرتبطة بالسفر بلغ عددها تسعة حالات كما ذكر أن الحالات التي هي تحت التقص الوبائي بلغ عددها عشر حالات وكان وزير الصحة الدكتور باسل الصباح قد آلن في وقت سابق شفاء حالة واحدة جديدة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 81 حالة تأكدت إصابة عدد 25 حالة ثبتت إصابتها بمرض فيروس كورونا كوفيد 19 ست حالات مرتبطة بالسفر أربع حالات منها لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة وحالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لفرنسا وحالة لمقيمة من الجنسية الفلبينية مرتبطة بالسفر لفرنسا أما عن حالات المخالطة فقد بلغ عددها تسع حالات حالة واحدة منها لمقيم من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر للهند وسبع حالات لمقيمين من الجنسية الهندية مخالطين لحالة قيد التقصي الوبائي وحالة واحدة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية مخالطة لحالة قيد التقصي الوبائي كما رصدت عشر حالات وهي قيد التقصي الوبائي ست حالات منها لمقيمين من الجنسية الهندية ثلاث حالات لمقيمين من الجنسية البنجلاتيشية وحالة واحدة لمقيم من الجنسية المصرية حزمة تحفيزية رقابية أعلن عنها اليوم محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشر إلى البنوك الكويتية لمواجهة تداعيات فارس كورونا المستجد قال الهاشر أن التعليمات التي أصدرها المركزي تشمل خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تقطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر وأنسبة السيولة الرقابية ورفع الحد الأغصى المتاح لمنح التمويل وأضاف أنه حرصا على توفير مزيد من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقد تم خفض أوزان مخاطر الإتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75 إلى 25% لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والمهم بدوره قال رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد أن الحزمة التي أطلقها بنك الكويت المركزي تمثل دفعة إيجابية للسوق ومساحة اقتراضية إضافية تقدر بخمسة مليارات دينار كويتي ستوجه إلى أقراض الجهات المتضررة بما يساهم في تجاوز الأوضاع الراهنة وأكد على أهمية هذه الحزمة التحفيزية من خلال خفض متطلبات السيولة وأدوات التحوط الكلي لإعطائها الدعم اللازم للاستمرار في الظروف الحالية وتخطي الأزمة الراهنة وفيما تلقي أزمة كورونا بظلالها على أسواق الخام هوت أسعار النفط مجددا إلى مستويات تاريخية جديدة حيث هبط سعر برميل النفط الكويتي 9 دولارات وستين اثنين ليبلغ 16 دولارا و 68 سنة في تداولات يوم أمس أفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية وقبل أن تستعيد عافيتها اليوم تراجعت أسعار النفط أمس بعد أن زادت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي في حين يشهد الطلب على البنزين انخفاضا حادا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد بدورها دعت السعودية إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك ومجموعة من الدول الأخرى سعيا للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية وقد أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي محادثات عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم وقفزت اليوم أسعار النفط لأكثر من 30% في طريقها إلى أكبر مكسب ليوم واحد على الإطلاق بعدما قال ترامب أنه يتوقع أن تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاق قريبا وأضاف ترامب أنه أجرى محادثات في الأونة الأخيرة مع القيادات في كل من روسيا والسعودية وأنه يعتقد أن البلدين سيتفقان لإنهاء حرب الأسعار في قضون أيام قليلة مما سيؤدي لخفض الإنتاج وعودة الأسعار للصعود أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناتق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إصدار مجلس الوزراء قرارا بتكليف الإدارة العامة للدفاع المدني باستقبال كل طلبات التطوع وحاجة كافة الأجهزة الحكومية منها وقال المزرم أن القرار يقضي بتكليف الدفاع المدني وضع الضوابط التنظيمية اللازمة فيما يتعلق بجوانب التدريب والتأهيل والمحافظة على سلامة المتطوعين حرصا على حسن عملهم في المجالات المختلفة وذكر أنه من منطلق الحرص على صحة وسلامة المتطوعين من العدوى جراء الاختلاط مع العمالة التي تعمل في الجمعيات التعاونية فقد استهدف تنظيم العمل بأن يتولى المتطوعون قطاعات معينة من أعمال الجمعية تجنبا لأسباب العدوى بدورها أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن الكويت قدمت اقتراحا إلى الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي يقضي بإنشاء شبكة أمن غذائي على مستوى هذه الدول على غرار الربط الكهربائي بهدف تحقيق الأمن الغذائي الخليجي وقالت الوزارة عقب الاجتماع الاستثنائي الذي جرى عبر الاتصال المرئي بين وزير التجارة والصناعة خالد الرودان ونظرائه الخليجيين أن الوزراء يعملون على ورقة عمل خاصة بالأمن الغذائي الخليجي لإقرارها في القريب العاجل لأسيما أن اجتماعات دورية تعقد للوزراء ووكلائهم لمناقشة الوضع الراحل ازدحم شديد قابله إجراءات تنظيمية مميزة في مراكز التموين التابعة لوزارة التجارة والصناعة وذلك في اليوم الثاني على دخول شهر إبريل وخلال جولة للرأي في مركز تموين الفروانية تسابق المستفيدون لإصرف المواد المستحقة لهم وسط توافر جميع السلع فيما اتخذت الجمعيات التعاونية كافة الاحترازات الواقعية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا هذا وأصدرت التجارة أمرا لفروع مراكز التموين في جميع المحافظات للعمل يوم الجمعة من الساعة السادسة صباحا حتى الرابعة عصرا لتسليم المستفيدين موادهم التموينية والاستعاب الزحمة على تلك المراكز أحسن التموين وضع أوكي ما في شيء وإن شاء الله الأمور طيبة ولا تستعيلون على كل شيء تبونه يعني اللي تبيه أخذه اللي ما تبيه خله وعساهم على القوة الحكومة ما قصرتوا ما بيضتوها ما قصرتوا فيكم الأبركة ما قصرتوا الله يعطيكم العافية التنظيم ماشي على حسب الوصول ولا فيه داعي للهلاعة وإن الواحد يخاف المخزون موجود وإنت إذا بغيت حاجة تأخذ اللي يكفي البيت وما يحتاج تأخذ زيادة عشان التخزين في المخازن أحسن ما تخزين في البيت فكل شيء متوفر والجماعة ما قصروا وماشينا على حسب الوصول والله يعطيهم العافية الحمد لله كل الأغراض متوفرة من الأمس والإكبال آي شديد شوية وإحنا مستحمين الحمد لله الزحمة عشان يعرفين الظروف والحمد لله كان رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة كانوا هنا أمس ووقفين معانا وجايبين الناس متطوعين وكل شوية بيمروا علينا والاتجارة مش مأسرة والحمد لله الأغراض متوفرة الإكبال زيادة شوية بس احنا متحملين عشان الأزمة التي تحدثوا فيها تمروا على خير وكل شيء متوفر في أي وقت رحيان وخلال جولة تفقدية لبلدية محافظة الفروانية على سوق الخضار في شبرة منطقة الأندلس وجمعية العمرية تعاونية للاطلاع على الملاحظات التي سجلتها البلدية سابقا حذر مدير عام بلدية محافظة الفروانية محمد صرخوه القائمين على سوق الخضار في الأندلس بتلاف الملاحظات السابقة واتخاذ كافة الاحترازات الوقائية الصحية للمستهلكين وأشار صرخوه إلى أن البلدية ستلجأ إلى أغلاق الشبرة إذا لم تلتزم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتلافي السلبيات تابعي شو ما زات الملاحظات الموجودة طبعا صار فين حسار وقلة في تعدل الوضع نوعا ما ولكن يوم دخلنا بالشبرة في عندنا ملاحظات كثيرة وإحنا وقاراتنا واضحة وبلغنا بالتعليمات ومنها على سبيل المثال ما زال فيه سوء تنظيم داخل عدم الاهتمام بالسبل الوقاية والنظافة الموجودين لا يتناسب مع مساحة الشبرة الحالية لقينا تحرك أو تداخل الباع المتجولين في الساحات الخارجية طبعا إحنا هذه التعليمات النهائية عطيناهم طبعا حاليا ندير المكان تحاد المزارعين إحنا أثقاتنا كبير في التحاد والمزارعين لكن النبي على أرض الميدان يعني إحنا العملية الوقائية والصحية هذه من ضررات الحالية اللي تهمنا في المرحلة الحالية وإحنا أعتقد إحنا وصلنا لمرحلة خلاص ما في إجراء آخر إلا راح نلجأ إلى الغلب نبهنا على شبرة الخضار في منطقة الأندلس في التزام في وضع القفازات والتعقيم عند الباب وأيضا وجدنا اكتظاظ الجمهور عند الباب أيضا نبهنا عليهم ونبهنا على تخفيف الجمهور داخل المتسوقين داخل شبرة طبعا وجهنا لهم تنبيه رسمي من بلدية الكويت لتلافي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشبرة أوضح رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود أن مطار الكويت الدولي من أوائل مطارات في العالم التي اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة فارس كورونا وأهمها تعليق الرحلات التجارية جاء ذلك خلال اجتماع عنقده مع ضاء الإدارة وجمعية الشفافية الكويتية والهيئة العامة لمكافحة الفساد مع الإدارة العامة للطيران المدني برئاسة الشيخ سلمان الحمود للوقوف على مدى شفافية الإجراءات الحكومية في مجال مكافحة فارس كورونا المستجد على صعيد الوطني ومتابعة وتقييم تلك الإجراءات من أجل إصدار تقرير وطني محايد يعكس تقييم الكويت في إدارة هذه الأزمة والعمل على نشره دوليا لليوم الثاني على التوالي سجل أقباله عدد كبير من مخالف قانون الإقامة من أبناء الجالية الفلبنية في منطقة الفروانية لإنهاء إجراءات سفرهم والاستفادة من قرار وزير الداخلية بمغادرة البلاد دون دفع الغرامات أو تكاليف السفر وعرب بعض أبناء الجالية الفلبنية بعد إنهاء إجراءة السفر عن شكرهم للكويت على مبادرة تسخير الجهود والتسهيلات المقدمة لعودتهم إلى أوطانهم وفي سياق مختلف أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصح الدكتور عبدالله البدر إصدار إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية قرارا بسحب جميع المستحضرات التي تحتوي على مادة الراني تدين من الأسواق وذكر البدر أن هذا القرار جاء بناء على توصيات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والنتائج الأخيرة للدراسات التي أكدت زيادة تركيز بعض الشوائب في بعض الأدوية التي تحتوي على المادة الفعالة ولفت إلى أن هذا الأمر يحصل مع مرور الوقت وعند تخزينها في درجات حرارة أعلى من درجة حرارة الغرفة في النشاط البرلماني وافقت اللجنة التشريعية على ثلاثة قوانين وإحالتها إلى مجلس الأمة لتدرجها في جدول أعمال الجلسة المقبلة لمناقشتها في المداولة الثانية وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي أنه تمت الموافقة على قوانين سبقة لمجلس الأمة بالموافقة على المداولة الأولى لها وهي مشروع قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بالالتماس وإعادة النظر ومشروع قانون بشأن التوثيق وقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بتنظيم القضاء ومخاصمة القضاء اجتماع اليوم كان اجتماع مهم وهو للنظر في ثلاث قوانين تمت الموافقة عليهم في المداولة الأولى واليوم تم بحث التعديلات وتم التصويت على تلك التعديلات بعضها بالموافقة بعضها بعدم الموافقة في شأن قانون التوثيق وفي شأن قانون مخاصمة القضاء وفي شأن قانون التماس إعادة النظر الآن ولله الحمد اللجنة انتهت من الثلاثة قوانين لذلك سوف تذهب تلك القوانين إلى جدول أعمال المجلس للبت فيها في أقرب فرصة مناسبة يتم تحديد جلسة لنظر ومناقشة والتصويت على الموافقة المداولة الثانية والنهائية كورونا سيحول بين الجنسيين في شوارع بنما لخمسة عشر يوما بينما تتخذ دول العالم تدابير غير مسبوقة لمنع انتشار فرص كورونا قررت بنما مواجهة الفيروس من خلال تحديد أيام لخروج الرجال وأخرى للنساء حيث أصبحت النساء في بنما قادرات على مغادرة منازلنا لإشراء احتياجاتهن الخاصة أيام الأثنين والأربعاء والجمعة بينما يسمح للرجال أداء مهامهم خارج المنزل خلال أيام الثلاثاء والخميس والسبت ويتعين على الجميع البقاء في منازلهم أيام الأحد على أن تستمر هذه القيود لمدة خمسة عشر يوما على الأقل بحسب مسؤولين حكوميين مواعد جديدة لإقفالات السنة المالية تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير أهلا بكم تأكيدا لما نشرته الراي في عددها اليوم الصادر أصدرت وزارة المالية تعميما في إشان القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وأعداد الحسابات الختامية لإستنة المالية 2019-2020 من خلال إجراءات ومواعد جديدة للوزارات والجهات الحكومية للإقفال وتسليم الحسابات الختامية لها مراعاة للظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد والإجازة الاستثنائية ودعت الوزارة في تعميمها الجهات الحكومية على التعاون معها لإنجاز الحساب الختامي كاظما في تصرف الحكومة التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل أهلا بكم أهلنا رئيس مجلس إدارة نادي كاظما أسعد البنوان أن البرتقالية ضعوا كل إمكاناته وصالاته وملاعبه في تسرف الحكومة ووزارة الصحة العامة ضمن واجباته الوطنية في دعم جهود الدولة الآلية إلى مكافحة انتشار فارس كورونا مشيدا بالإجراءات الحالية المتبعة في هذا المجال وقال باسمي ونيابة عن إخواني من مجلس إدارتي وموظفي وعمال ولعبين وأجهزة إدارية وفنية وطبية في نادي كاظما نعلن بأننا كنا ولا نزال جنودا في خدمة الكويت أكدت الهيئة العامة للرياضة أنها لم توجه لأي من الهيئات الرياضية سواء كانت أندية أو اتحادات أو لجنة أولمبية بإنهاء عقود العاملين فيها وأضافت الهيئة في بيان لها أنها تصرف الدعم المالي بشكل كامل لكافة الهيئات الرياضية دون أي خصمة وناشدت كافة الهيئات الرياضية بإصرف رواتب العاملين لديها دون تأخير وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الري ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا ومرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الريتوب في أمان الله اشتركوا في القناة